وصل السلطان هيثم بن طارق إلى الدوحة في زيارة يقول بيان البلدين إنها تأتي للتعزيز العلاقات بين سلطنة عمان ودولة قطر وحرصا على الارتقاء بها لآفاق أكثر رحابة في مختلف المستويات زيارة سلطان عمان هي الأولى له إلى الدوحة والثانية خارجيا منذ توليه السلطة وعلى أجندة مباحثات أمير قطر وسلطان عمان تم توقيع خمس اتفاقيات في المجالات العسكرية ومنع الازدواج الضريبي والاستثمار والسياحة والنقل البحري وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي يرى مراقبون أن زيارة سلطان عمان إلى الدوحة ذات دلالات مهمة وأن الدوحة ومسقط تشتركان في تحقيق عدد من الاختراقات والحلول لقضايا المنطقة عبر الحوار يرافق السلطان خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق السعيد ووزير ديوان البلاطي السلطاني ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس جهاز الاستثمار العماني وقد أهدى أمير قطر السلطان هيثم بن طارق سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع بين الشعبين كما أهدى سلطان عمان أمير قطر وسام عمان المدني من الدرجة الأولى تقديرا لسموه وتعبيرا عن متانة العلاقات بين البلدين زيارة السلطان هيثم بن طارق التي جاءت تلبية لدعوة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تهدف لتعزيز أكبر للعلاقات بين البلدين وللتعبير عن رغبة الجانبين بالارتقاء بها على الأصعدة كافة أحمد الجاثم الجزيرة الدوحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر